وفي البداية طبعاً أحب أتكلم بشكل عام عن أهم الأحداث الثقافية من وجهة نظر حضرتك اللي حصلت في 2023 الحقيقة أعتقد أن أهم حدث حصل في 2023 وحصل في الأعوام السابقة هو معرض القاهرة الدولي للكتاب لأن المعرض ليس فقط مكان للقراء ولكنه أيضاً ملتقى مهم جداً للناشرين والعارضين المصريين والعرب فهو حدث ثقافي أهم أو هو الحدث الثقافي الأهم في مصر وأعتقد كمان في الوطن العربي لأن معرض القاهرة لي خصوصية كبيرة جداً وبيأم الكثير من الناشرين والعارضين والقراء حتى من جميع أنحاء الوطن العربي هذا المعرض كان له عنوان أنا شايف أنه هو في غاية الأهمية كان العنوان الرئيسي بتاع المعرض اسمه هوية مصر وسؤال المستقبل هوية مصر هوية مصر الثقافية وسؤال المستقبل الحقيقة هوية مصر أو هوية مصر أمر مهم جداً لابد أن نبحث عنه خصوصاً بعد ما يعني البعض أعتقد أنه ممكن يعني يحكم العقل المصري أي درجيات من توجهات مختلفة فمحتاجين نقول إحنا هوية الثقافية والحقيقة هم معرفش ده كان مقصود ولا مصادفة أن هم اختاروا شخصية المعرض العظيم صلاح جهين وصلاح جهين مع حفظ الألقاء طبعاً هو نموذج للمثقف المتنوع وهو نموذج للهوية المصرية الحقيقية ونموذج للهوية المصرية وكأنهم أرادوا أن يقولوا أن الهوية المصرية هي هوية الهوية المصرية الثقافية هي هوية متنوعة صحيح وأن صلاح جهين هو خير من يمثل ذلك كان رجل رساما بديعا وكان يعني فيلسوفا ساخرا وكان ممثلا وكان أديبا وكان صحفيا وكان شعيرا طبعا السما أو الصفة الأبرز لصلاح جهين هي أنه أحد رواد شعر العمية في مصر وأحد الذين نقلوا نحن دايما نقول أن العمية المصرية وصلت للدول العربية عن طريق الدراما أعتقد أن صلاح جهين أحد هؤلاء الذين ساهموا في إيصال العمية المصرية للكثير من الدول العربية كان كمان معانا في هذا المعارض الشخصية مهمة جدا كان لابد أن نسلط عليها الضوء هي الأستاذ كامل كيلاني عليه رحمة الله والأستاذ كامل كيلاني معروف في الأوساط الثقافية بأنه كاتب أطفال وهو في الحقيقة لم يكن فقط كاتب أطفال ربما كان هذا الجانب الأبرز في كتاباته ولكنه أيضا كان مهتما بالتاريخ الإسلامي وأيضا كان مهتما بالنقد الأدبي وكان مهتما بالكثير من الجوانب الثقافية المختلفة فأعتقد أن معرض الكتاب نموذج فريد كان ومازال وأعتقد أنه سيظل بإذن الله واحد من أهم الأحداث الثقافية أو يمكن أهمها على مستوى يعني العالم الثقافي بشكل عام من وجود نظر حضرتك أنه معرض الكتاب هو الأهم بالنسبة للوسط الثقافية وكان هناك طبعا الكثير من الأنشطة الأخرى مش هقدر أحصر طبعا لكن ممكن نتكلم عن ملتقى الرواية العربية أو ملتقى القاهرة للرواية العربية وأعتقد أنه حدث ثقافي أهم بيحتفي بالفن الرواية كتابة ونقدا وقراءة على مستوى العالم العربي كله وأيضا يعني اختار موضوعات أنا أرى أنها موضوعات شديدة الأهمية مثل على سبيل المثال الكتابة القلم النسائي حينما يكتب أدبا ونحن نعلم أن مجتمعاتنا لا تعطي الحرية الكاملة للمرأة حينما تريد أن تبدأ فكان لابد أن نصلت الضوء على هذا الأمر وتحدث أيضا عن فكرة الهويات الثقافية وتحدث أيضا عن فكرة التنوع العرقي والتنوع الثقافي والتنوع المعرفي وأعتقد أنها ثقافة لابد أن تسود ليس فقط في الرواية وليس فقط في الأدب ولكن يجب أن تسود في العقل لابد أن يكون هناك تدوعا ولابد أن يكون هناك قبولا للثقافة الآخر مثلما أريد من الآخر أن يتقبل ثقافة أعتقد كان كمان برضو في مؤتمر أدباء مصر ده برضو حدث ثقافي مهم ربما يختص الأدباء المصريين ولكن الأدب المصري ليس قليل الشأن فبالتالي لابد أن يكون هذا حدثا مهم وتم اختيار أحد الشخصيات المهمة في الكتابة الأدبية وهي الأستاذ جمال الغطاني عليه رحمة الله وربما لأن المؤتمر يتحدث عن الإبداع ونصر أكتوبر والأستاذ جمال الغطاني كان أحد المراسلين الحاربيين المهمين في حرب أكتوبر فأعتقد أن برضو اختيار موفق لشخصية هذا المؤتمر وهو الأستاذ جمال الغطان